اشتركوا في القناة المهم باختصار شديد قضية تعتقال التوفيق وترطاق وسعيد وكلهم بإذن الله تعالى احنا قلنا ما كان حتى واحد رح يمنع لي ما تمتشنا اتقاله محاسبته الآن يتحاسب غدوة بإذن الله واحد ما رح يمنع والناس اللي رامي حاسبه في الناس ما هم خايفين حتى من واحد وما يقدر حتى واحد يلحقهم غير كونكم متهنين اهلا فساد وما فساد لو كان جاء توفيق اعتبره من الماضي الآن الواجب انتانا كشعب هو احتواء ومحاصرة الجيش اللي كان يخدم عنده خلاص توفيقه هو اللي رأى في الحبس ورأى عشرة الالف من الناس ما يشترقد لأنهم كلهم كانوا يخدعوا في الشعب التحم كلهم كانوا خينين للشعب التحم كلهم كانوا يكلوا في الخبز على حساب تخريب الشعب التحم والوطن التحم فلازم انتفطنوا الآن الشعب الجزائري يجب ان يتحمل المسؤولية ويحاصر هؤلاء المجرمين ويركز على مصلحته انا يا اتكلم واعيد واكرر الشعب الجزائري لا ينبغي ان يتنازل على حقوقه المشروعة لكن ما لازمش يهفوكم ويقولكم بلي نحي بدوي ونحي الباءات راح حقك هذا ما هوش حق هذا فخ لأنك تنحي هذو اثنين اللي ما عينتهم لان تالي عينهم واحد اخر عينهم تعين وتلقائين من طرف الدستور اللي تبقى الدولة مستمرة تنحيهم واللي واحد ما يحكم في واحد هاو الشي اللي لازم تفهموه هم حابينكم تنحيهم باش اللي يجي في بلاستهم يقولوا له ما نستعرفوش بيك شكون انت فما لازمش يستغفلكم هذو لابدوي لا 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 ابن صالح يقدر يدلو لكم حاجة هذو رام في مناصب فرضها الدستور حتى عليهم هما فاذا انصارفوا الى ما ينفعكم اللي ينفعكم هو التحذير لانتخاب رئيسكم اللي تحبون تمدنوه فكونوا رجالا وثبتوا كما ثبتوا بلانكم شعب متحذر متمدن اثبتوا بان هناك اغلبية تستطيع ان تقول كلمة واحدة وتختار رجل واحد يمثلها ويمثل هويتها ويمثل طموحها ويمثل وحدتها وتنتخب عليه واللي هو رئيس الجمهورية الذي سيتصرف بسلطة الشعب ضد الجميع هذا هو الكلام اما قضية هي فقط الحاجة المليحة حاجة المليحة هي انه كي الناس ما كانوش مصدقين اغلب الناس اللي ما كانوش مصدقين في الحقيقة هم خدمين عن التوفيق لكن مع ذلك هم جروا كثير من الناس معهم خاصة الناس اللي ما زال عندهم احقاد وما همش كفاهمين كوحهم منبوعا في القضية اذا كما قلتنا نبدأ بروحي انا مستعد غدوة قلت انا اللي علية انا مستعد نوقف امام النيابة امام القضاء العسكري ولا القضاء المدني وادلي بشهادتي ضد التوفيق لانه مسؤول على ما ارتكبته الجماعات الارهابية ليس ضد الشعب وانما احتضل الجيش مستعد ندخل للجزائر ونقف امام المحكمة وندلي بالشهادة نتاعي ونذكر كل الشهود على الكلام اللي نقول كل جزائري واحد هسيدي راه فيه كاي الناس قالوا من غلي زن قال لك باللي كاي الواحد راه الدام لك الشعب وعملوا وعمل يلا هسيدي المواطنين تاع البلدية هذوك يجتمعوا يرفضوا يجيبوا محامي من البلدية من البلدية يرفع قضية يرفع دعوة ضد هذي الفاسد هذا اللي بغي يأكل الشعب ومارسوا سلطة الشعب هسيدي وسيادته عن طريق القضاء الذي اصبح الان تحت التصرف انتعكم يا سيدي اللي ادعليه القايد صالح لارض انتاعه ولا الرزق انتاعه ويرح يرفع قضية من العدلة من الذي يمنعه يعني المهم يجب ان تتحرروا الشعب الجزائري المواطن الجزائري يحتاج الى ان يتحرر من وصاية الخباثاء وصاية الخباثاء باسم الدين وصاية الخباثاء باسم الخبز وصاية الخباثاء باسم الابتزاز تحرروا 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 انتم احرار يا الشعب الجزائري ما تخافوا حتى من واحد ما تقبلوا يصاية حتى واحد ها هو ذا اللي كان يقول لكم بالي انا الرب انتعت زير ها هو ان البالي بات في الحبس لكن احنا لا نشمت انا لا اشمت انا لا اشمت في الناس وما نحبش ان يعامل لا ترطاق ولا توفيق بالطريقة اللي عاملوني بها نحب يتعاملون بعادلة وانا نوقف ضدهم امام العادلة ومن حقهم يدفعوا على رواحهم لكن مشكلة كبيرة كي بغيبقى والناس ما زال يعني ضحايا للارهاب انتحم علاش لان هناك كانوا اخرين يلعبوا معهم البلوطة واحد كان يلعب معهم البلوطة واحد كان يلعب معهم البلوطة واحد كان يمسح لهم في رجليهم اليوم اصبحوا يوجهوا في الشعب ويرهوا في صلاحه احنا قلنا مدام فينا نفس والله ما انا طالقينكم الخواناء الخواناء اللي اذوا الجزائر الله ما انا طالقينهم ما اناش طالقينهم وليجي معاهم انحاربوا ونجوا ضدوا كائنا من كان ما يقول ليش انا غني جزائري يقول لي الشعب انا غني من الشعب انا مانيش من الشعب انا سانا انا من الشعب قاعد نحارب في الفسدة وانت يجي تجتمع باش تطلقهم اذا كنوا احراب ويوربي جبالكم بمناسبة رمضان ربي هذا رمضان رامبروك رامبروك على الجزائر كثروا من دعا فيه واخر صنيات واجتهدوه من اجل انتخاب رئيسكم انا سأل الله تبارك وتعالى ان يجعل رمضان هذا مبارك علينا وعليكم على سير المسلمين ويتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الاعمال وان شاء الله باذن الله تعالى نعيد العيد نعيده اعياد نكون اقطعنا شوط في تحضير انفوسنا عيد الاستقلال برب ان شاء الله انا يا عندي 13 سنة وانا نحاضر في الاستقلال بين الحقيقة والمجاز 13 عام وانا كل عام في كل مناسبة ندير كلمة على الاستقلال بين الحقيقة والمجاز المرة هذه ان شاء الله نديرها في الجزائر بمناسبة عيد الاستقلال الحقيقي فما تحرموناش من هذه النعمة بارك الله فيكم ونسأل الله تبارك وتعالى كما قلت يوفقنا وإياكم للخير ويجعل هذا الرمضان ان شاء الله مبارك علينا وعليكم وإلى ما عودناش تلاقينا سحافة وركم في نهار الثنين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله